اشتركوا في القناة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة الإنجاز التاريخي والأول من نوعه للعبة الملاكمة البحرينية بعد تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة دانيس لاتيبوف إلى منافسات وزن فوق واحد وتسعين كيلومترا بمسابقة الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية والتي من المقرر أن تقام في الفترة من الثالث والعشرين من يوليو لغاية الثامن من أغسطس القادمين بالعاصمة اليابانية توكيو وأعرب سموه عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة للدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة والرياضيين بمملكة البحرين من لد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حيث استطاعت البحرين أن تخطو خطوات رائدة في هذا القطاع والذي نجح منتسبوه في تحقيق العديد من نتائج مشرفة التي عززت من المكانة المرموقة للمملكة عالميا على الصعيد الرياضي قال سموه إننا نثمن الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لترجمة التوجيهات من لد سيد الوالد عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالاستمرار نحو الارتقاء بالرياضة البحرينية من خلال الخطط والاستراتيجية التطورية التي ساهمت في تطور مستوى الرياضات وتحقيقها نجاحات كبيرة بمختلف المشاركات وتبع سموه رسمنا رؤيتنا لرياضة الملاكمة البحرينية في عام الفين وثمانية عشر بعد أن وجهنا بتشكيل فريق وطني للملاكمة بهدف تكوين قاعدة قوية لهذه اللعبة تدعم رؤيتنا في تطويرها والوصول بها نحو العالمية وقد حددنا الهدف الرئيسي لهذه الرؤية والذي يرتكز على وصول البحرين من خلال هذه الرياضة لأولمبيادي توكيو وبالفعل تحقق هذا الهدف والحلم على أرض الواقع الذي يدفعنا لمواصلة الجهود لتقديم مزيد من الدعم لهذه الرياضة من أجل تقديم الصورة المشرفة في المشاركات القادمة وأشهد سموه بالجهود التي يبذلها المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة لتنفيذ أهداف رؤيتنا لمواصلة رفع موسى والألعاب القتالية لتواصل عطائها وتحقق المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية مهني أن سموه رئيس وأعضاء ومنتسبي الاتحاد البحريني للملاكمة على هذا الإنجاز متمنيا سموه للملاكم دانيس لاتيبوذ كل التوفيق والنجاح بمنافسات مسابقة الملاكمة بأولمبيا دي توكيو